افتح اكتابك صفحة 12 وعننا مثال واحد بحكي لي اكتب العدد طبعا هذا مثال محلول 820713 بالصيغتين اللفظية والتحلولية مستعينا بلوحة المنازل احنا منقدر نكتبهم بدون من استعين بلوحة المنازل باستخدام فصل الارقام فصل اللي هو المنازل الاقسام تمام اللي هو منعد 3 ارقام من اليمين ومنفصل وبعدها منقدر نكتبها بالصيغة اللفظية طبعا هون الصيغة اللفظية هو كاتب لك اياها 820713 والصيغة التحليلية هي مكتوبة زي ما تعلمناها بالضبط كل رقم نحط له قيمته المنزلية ونفصل ما بينهم بالزائد وهي قدامنا لوحة المنازل سهل كتير كتابتها خلينا نشوف السؤال اللي تحت بحكي لي اكتب العدد 689 ألف وخمسة بالصيغتين اللفظية والتحليلية زي ما عملنا فوق في المثال خلينا اول شي نكتب بالصيغة اللفظية عشان نكتب بالصيغة اللفظية هون منحط الفاصلة نفس صرحة كانا فهون عندنا 689 وين موجودين في قسم الألوف فبالتالي كيف بنكتبها 689 ألفاً وفي قسم الأحد عندي خمسة فقط إذن بنكتب وخمسة الصيغة التحليلية هاي ها هون قدامنا طبعاً بين الصفرين هادولة اللي موجودين بين الخمسة والتسعة ما لهم وجود في الصيغة التحليلية يعني ما في داعي نكتبهم فبالتالي بكون عندنا الصيغة التحليلية زي ما هي قدامك هون هلا عندنا مثال 2 صفحة 13 بحكي لي هون تبلغ مساحة المملكة الأوروزينية الهاشة 189 ألفاً و318 كيلو متراً مربعاً يعني هو هون أعطاني الرقم بالصيغة اللفظية هلا بدو ياني أكتبها بالصيغتين القياسية والتحليلية تعلمنا طبعاً كيف نكتبها بالصيغة القياسية حكينا أول إشي منحط الخطوط طبعة المنازل ومنعبي رقم رقم في منزلته المناسبة الصيغة التحليلية بعد ما نكتب الصيغة القياسية منقدر بسهولة نكتب الصيغة التحليلية اللي هي منزلة كل رقم وبعد القيمة المنزلية لكل رقم وبنحط بينهم زائد يبعد القمر عند الأرض 384400 كيلومتر أكتب العدد بالصيغة القياسية والتحليلية إذن بداية حكينا هون بدنا نحط الخطوط بتاع المنازل ونبلش نقرأ رقم رقم 384 ألفا إذن أنا في قسم الألوف 300 يعني عند المئات الألوف وأربعة معناته عند أحد الألوف وثمانين ألفا معناته عند عشرات الألوف وهيك منكون خلصنا قسم الألوف وهلأ منروح على قسم الأحد وأربعمائة كيلومتر أربعمائة معناته الأربعة وين في المئات والباقي رح نحطهم أصفار ما رح نتركهم فاضية الصيغة التحليلية هيها هون قدامكم بعد ما كتبنا الصيغة القياسية سهل إنه إحنا نكتب الصيغة التحليلية نشوف السؤال اللي بعده أكتب كل عدد مما يأتي بالصيغتين اللفظية والتحليلية طبعا أنت هون حل حالك لأنه كتير حل ناسقل زي هيك أنت حلها لحالك طبعا عالدفتر لأنه هون ما في وسع وبعدين ارجع شوف الأجور بهذا رح أحط لك ياهم قدامك أنا رح أحطهم هون على جام بس أنت بتكتب هون مع الدفتر هون رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث وهي رقم أربعة في الصيغة اللفظية والتحليلية طبعا تأكد من أجوبتك إذا جوابك صح حط عند نفس عندك صح إذا غلط عدل الغلط اللي عندك بالنسبة للي بعده اكتب العدد بالصيغتين القياسية والتحليلية في كل مما يأتي برضو مفروض أنت تكون حلات السؤال عادي على الكتاب فيه إلى وسع هاي أول رقم رح يطلع معك بهاي الطريقة وهي تاني رقم بهاي الطريقة طبعا انتو استخدموا الطريقة اللي هي خطوات الحل اللي احنا اعملناها اللي هي اللي درسناها اللي هي بتحط الشحطات تبعة المنازل وبعدين بتكتب بالرقم رقم لكل منزلة مناسبة لقيلة افتح كتابك صفحة 14 عندك الجدول الآتي حل لحالك وكمان الأسئلة كاملة حلها لحالك حاول فيها وبعدين ارجع على الفيديو وشوف جوابك إذا صح ولا غلط هلا أنا رح اكتب الجواب بدون خطوات لأنه كتير حكينا وحلينا أنثلة وحكينا عن الخطوات فانت بس هلا تأكد من إجاباتك إذا جوابك صح حط عندك صح وإذا جوابك غلط عدل الإجابة بداية عندنا هون 400609 هيك بتنكتب وهي الصغاء التحليلية الصغاء اللفظية لرقم 2 84020 وهي الصغاء التحليلية هلا هون من الصغاء التحليلية بدي أنا أوجد الصغاء اللفظية كيف بوجدها؟ باجي بقرأ عندي هون من الياسار حكينا لقراءة العدد بتكون هون 300 ألف إذا ملاحظين هون الثلاثة جنبها 5 أصفار فمعناته الثلاثة موجودة في منزلة مئات الألوف فبالتالي بنقرأها 300 ألف طيب هاي لحالها لفي منزلة الألوف لأ برضو الستة ستة آلاف معناته لساتنا احنا في قسم الألوف فمعناته عندنا رح يكون 300 وستة آلاف هيك بنكون خلصنا من قسم الألوف ومنروح على قسم الأحاد عندنا هون مئة وهون تسعة فبالتالي رح تصير مئة وتسعة إذن 300 ألف أو 300 وستة آلاف ومئة وتسعة الصيغة القياسية لإلها كالآتي بنكتبها هون إحنا إذا بنحول من صيغة تحليلية لصيغة قياسية مباشرة كيف بنعملها؟ نطلع على التسعة التسعة ما جنبها ولا صفر معناته هي بالآحد المئة هون رح تكون في منزلة المئات الواحد هاي لأنه هي هون مكتوبة مئة الستة آلاف هاي رح تكون في منزلة آحد الألوف والثلاثمائة ألف رح تكون في منزلة مئات الألوف ففي عندنا منزلة العشرات وكمان عشرات الألوف فاضية فمنحط مكانهم أصفر انت اختار الطريقة اللي بتريحك يا أما بتحول من الصيغة التحليلية للصيغة القياسية بعدين لللفظية أو العكس مئتان وسبعون ألفا وخمسة عشر مع الخطوات بنلاقي هاي الرقم هون هيك قدامنا وهاي الصيغة التحليلية لا الرقم اي الاختيارات الآتية يمثل الصيغة اللفظية للعدد تسعة وثلاثين أنا رح أقرأه يعني صح القراءة الصحيحة تسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعون أنوى خيار فيهم هات ممتازين خيار رقم تسعة املأ الفراغ بما يناسبه من أعداد اعتمادا على الصيغة التحليلية لكل منها فيما يلي هون نطلع على الأعداد هم أعطيني الصيغة التحليلية وأنا بدي أحولها للصيغة القياسية بمسك رقم رقم ابتداءا من الأحد عندنا الواحد موجودة في الأحد فبنحطها بعدين السبعين موجودة في العشرات والميتين بنحطها في المئات يعني هون حطوا خطوط للمنازل برضو بتساعدنا وهون الألف من لفظها ألف معناته هي في أحد الألوف والخمسين ألف في عشرات الألوف والأربعمائة ألف في مئات الألوف وهيك بيكون شكل الرقم نفس الإشي رح نعمل نفس الخطوات لتلتعاش وأربعطاش وبيطلع معنا هيك شكل الأرقام بالنسبة لصفحة خمسة عشر احنا حلينا كتير أسئلة هون عنا في سؤال رقم تمنتعاش وتسعتاش وعشرين بده يعني أكتب الصيغة التحليلية هو مساعدني وكاتب لي جزء فإنتو كملوا الجزء اللي ناقص وعندك سؤال واحد وعشرين واثنين وعشرين كمان حلو لحالكم واجب وسؤال ثلاثة وعشرين حلوه ولكن عنا في آخر جزء في السؤال بحكيلي ثم أكتب تقريرا احنا ما بدنا نكتب تقارير بس انتو حلولي السؤال بالصيغة اللفظية فقط لا غير وسؤال أربع وعشرين ما بدنا اياه سؤال خمسة وعشرين حاولوا فيه برضو بالنسبة لكتاب التمارين عشان تتمرنوا أكتر وتتدربوا أكتر وخلص نتقن هاي المواضيع اللي درسناها بشكل تام فانت بدك تحل كمان واجب عندك على الكتاب اللي هو تحدي أو سؤال واحد واثنين وثلاثة واربعة سؤال خمسة وسؤال ستة ما بدنا اياهم وسؤال تمانية كمان ما بدنا اياه سؤال سبعة حلو طبعا بالنسبة لصفحة ستة الواجب عندنا السؤالين اللي فوق واحد واثنين وسؤال ثلاثة كمان حلينا زيه قبل شوي سؤال أربعة ما بدنا اياه سؤال خمسة وستة حلوهم كمان يا رابع طبعا حلول الأسئلة رح تنزل ان شاء الله مع الحصة القادمة كصور عشان أعطيكم مجال وفرصة انكم تحلوا وتتدربوا لحالكم ووقت ما ينزلوا الاجابات بتتأكدوا من اجاباتكم الصح بتحطوا عنده صح خفيف والغلط بتعدلوا تمام يا رابع يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر